يا مساء الخير على كل مشاهدينا وعلى كل اللي بيتابعونا على شاشة القناة الأولى وبرنامج يحكى أنا النهاردة بقى الحلقة مهمة جدا 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 للرجالة والستات واللي مش عارفين لهم حلول طول الوقت بنشوف على السوشيال ميديا مشاكل وعيات ومعاناة عن الاستغلال العاطفي بنت قبلت الشاب اللي قالت فيه كل العلامات اللي تخليني أبقى أسعد واحدة في الدنيا أول ما بيرتبطوا ببعض سواء راجل سواء ست بس خليني الأول نتكلم على الستات عشان أنا ست اتعلقت بي حبيته قالت لك ده بيعملني كويس جدا ده كان طاير بي ده في بداية العلاقة كان بيعبر الأنهار وبيتسلك الأشجار عشان يوصلي وعشان أكلمه وعشان أنزل قابله يعني بصراحة الشباب بيعملوا مجهود والرجالة في البداية في البدايات بيرفكت طب إيه اللي حصل يا بنتي بعد كده فجأة تلاقي زواهر وعلامات الاستغلال العاطفي ليه راجل يرتبط بوحدة على هدف أهو ده السؤال اللي يجنيني وأن النهار ده هنتكلم فيه يعني لما تكون انت مثلا متارجت الهدف المصلحة قالوكوا على حاجة الاستغلال العاطفي ممكن كمان خليه الأول في المصالح ممكن تبقى الست زو مركز عالي يبقى هو عايز مثلا يشتغل في الشركة الفلانية فهي الوحيدة اللي ممكن توصله للشركة فيرتبط بيها ويوهمها بالحب والخيال كله عشان يوصل للشغلانة للوظيفة وبعد ما يوصل للوظيفة الست مش موجودة واحد تاني ممكن يكون هدفه الفلوس والمادة والله لا دي عندها شقتها وعندها عربيتها وهقعد في بيتها وفلوسها حلوة طيب ما أنا أقف على كتفها على بل ما مر كده ويبقى مستوية كويس والدنيا تبقى لطيفة طيب ما الستة عميت اللي عليها وقفت جنبك ودعمتك وكانت سابورت ليك نفسيا وماديا وكل حاجة فجأة تلاقي الستة دي بعد سنين من عمر ده أول ما بقى معاه فلوس وأول ما يا ربنا إداله رماني في الشارع ومعبرنيش أو اتطلقنا أو عرف واحدة غيري أو اتجوز علي في الآخر بتحس إن هي مستغلة مديا ونفسيا ومعنويا راجل تاني خلاص مش بس الفلوس والوظيفة ممكن يكون هو خارج من علاقة مجروح فيها خارج من علاقة هو مستهلك تماما وعايز بقى اللي تغزيه تغزي مشاعره تخليه حيوي تاني تخليه يتحك تاني تخليه بيحب الحياة أكتر فيتعرف على الستة دي فيحس معاه بالأمان والحب والمشاعر فيتغز عليها أول ما يقف على رجله من أول وجديد الستة دي ملهاش لازمة دي بسعرف المستغلة ده اللي بيستغل الناس عاطفيا وماديا بتبقى دماغك فين إن ده قلبه بيموت بعد كده يعمل إيه بعد كده؟ يعني الستة اللي قلبها مات ده وتجرح ومات هتفضل كام سنة عشان تتعافى منك وانت خلاص عادي يكون تروحوا في من ربنا